موسيقى 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 الأول هو كما قلت لك يوفر بحث شامل على جميع محتويات عرض العمل المتاحة يعني بلا ما يبقى يجي للوكالة ويحوص يعرف الفرع الولائي اللي كاين يحوص يعرف وش كاين ليزوف خلا وش كاين يدخل لهذه المنصة يعني يحمل غير هذه المنصة ويطال على كافة العرض سواء اللي تتناسب مع الملمح تاو متخصص متاعه؟ أو أي عرض عمل في أي ملحقة يتمكن من الإطلاع على العرض العمل المتاحة سواء لما يبحث بالمنصب منصب بتاعه اللي يتحصلها باش يتحصل عليها على منصب عمل أو يبحث يعني على كامل العرض العمل المتوفرة أو العرض متوجدة بأي ملحقة يريدها سواء مكان إقامته أو أي مكان متوجد به الملحقة هذا بالنسبة للتطبيق الأول؟ هذا بالنسبة للتطبيق الأول ويوجد في الفعل فقط سوف أسمح لي بعد ما يشوف في هذا التطبيق العرض العمل ويلقى العمل لناسبه التسجيل كما حكينا في الأعداد السابق التسجيل سيكون مسجل العملية المقاربة تقوم بها الملحقة المحلية هذه التطبيقة هي تضفي الشفافية في عمل الوكال الوطني تشغيل في الوسطة يعني يتمكن من اطلاع على عرض العمل شعوط عرض العمل الخبرة المتالة لطلبتها المؤسسة يعني عدد المناصب عدد الموجهين في هذا العرض العمل سيكون كل شي مهتاح وهو ما يضفي الشفافية في عملية الوسطة نروحوا مع بعض للتطبيق الثاني تطبيق الثاني هو تطبيق وكالتي هو تطبيق يعمل كذلك في الهاتف الذكي عبر تطبيقة البلاي ستور يعمل بتقنية الجي بي اس يعني هو يعني من اسمه واضح وكالتي يعني رح يبحث لك على الوكالة القريبة أو الملحقة القريبة من المكان اللي تكون فيه أو أي ملحقة تبحث عليها رح يبحث لك عبر تقنية جي بي اس على هذه الملحقة ويعطي لك كل المعطيات الخاصة بها من بارد من عنوان هاتف بارد إلكتروني يعني اسم رئيس الملحقة يعطي لك كل هذه المعلومات في هذه التطبيق هو كذلك موجه لكل من طالب العمل أو المستخدمين يعني أي منهم يقدر يعتمد على هذا التطبيق في إيجاد الملحقة اللي يحب يقصدها يعني دون العناء التنقل دون العناء التنقل هو سهل التواصل بين الملحقات المحلية وبين المرتفقين دون عناء البحث يعني يعني إنسان بلا ما يحوس وربما يدلوها لبلايسي ما يعرفها أكيد يعني تكون يعني لما يضيع ويضيع وقت ما يدي يصيب يكون حيقف له لما يكون طالب العمل في مكان غير مقار إقامة تعو أكيد أحيكون نصيب عليه باش يقال الفروع بهذا التطبيق يعني بمجرد أنسو الكليك يعطي لك مقار الملحقة اسم رئيس الوكالة الهاتف البارد الإلكتروني الفاكس تقدر تستعملهم أني قادر يتصل بالهاتف قبل ما يروح أكيد أكيد نروح للتطبيق الثالث تطبيق الثالث هي تطبيقة المدونة الجزائرية للوظائف والمهن لا في شنام هذه تطبيقة كذلك تحمل عبر منصة البلاي ستور مخصصة لكل مرتفق الوكالة سواء طالب عمل أو مستخدم تمكن هذه الوكالة المتطبيقة للمستعمل تحها باش يتعرف على جميع الوظائف والمهن الموجودة في الجزائر يعني هو باعتبار أن هذه المدونة هي المرجع الأساسي للوظائف والمهن في الجزائر بالنسبة للقطاع الاقتصادي يعني حيث تمكنه من الاطلاع كامل الوظائف والمهن سواء بالنسبة لطالب العمل اللي راح يشوف الوظائف روض العمل يتساعده لا لا مش عورة العمل يشوف يعني الوظائف والمناصب المتوفرة على مستوى الوطني طبعا هو يشوفها باش يشوف مثلا نشوف بالنسبة للكفاءة التاعه نقول الشهادة تاعه وكيف تاعه يعرف المنصب أو الوظيفة لا تناسبه ولا لا لا يعرف اسم الوظيفة أو المهنة اللي كاينة في هذه المدونة تتوافق مع مضايا تاعه هذه بالنسبة لطالب العمل بالنسبة للمستخدم اللي راح يكون عنده هذه المدونة تمكنه من هيكلة عرض العمل بدقة يعني باعتبار أنه كل منصب عمل عنده تعريف خاص به عنده شهادة تأهيل كفاءات مهارات يعني كي تكون هذه الأمور متوفرة للمكلف بالتنصيب أو بالتوظيف ستكون السهل عليه بيحدد المنصب العرض العمل اللي يطلبه من الوكالة بالمواسط مع المنصب الشاغري اللي عنده في المؤسسة يعني يطلبه بدقة حسب ما يتوفر عنده من منصب في المؤسسة هذا هو يعني الامتياز اللي يكون لصالح المستخدمين كذلك يمكنه من البحث عن المنصب العالم العمل من خلال المنصب فقط يعني هذه المدونة بمجرد أنك تكتب اسم المنصب كلمة واحدة من النشاط ولا يعطي لك كامل المنصب الوظائف المتوفرة في هذا النشاط باش تختار بدقة المنصب اللي المؤسسات تبحث عليه هذه للإشارة فقط يعني في ديسمبر 2023 كان صدر مرسوم تنفيذي بتاريخ 2 ديسمبر تحت رقم 432-23 يعني أسس هذه المدونة الجزائية للوظائف المهن الخاصة بالوكلة الوطنية تشغيل أسسها كمرجع أساسي ووحيد للوظائف والمهن في القطاع الاقتصادي تلجأ لها المؤسسة الاقتصادية كمرجع أساسي في عرض العمل وكذلك ما هي تعمل بها الوكلة الوطنية تشغيل من قبل يعني من يشمل يوم يعني منذ سنوات ولكن في هذا المرسوم أصبحت المرجع الأساسي والوحيد للوظائف والمهن في القطاع الاقتصادي يعني المؤسسة لازم تكون على الطلاع على هذه المدونة باش عرض العمل تحي يكونوا متوافقين مع أسماء مناصب حسب المدونة يعني العروض للمناصب اللي عند هذه المؤسسة وللمستخدم لازم تكون متطابقة لازم تكون مع وش يكون في المدونة وش يكون في مدونة هذه الوظائف والمهن وهي تسهل التواصل بين الوكالة الوطنية التشغيل والمستخدمين وتسهل عملية الوساطة لأنه يكون منصب العمل تحت تسمية واحدة ومهارات وكفاءات واحدة شكرا لك يوسف بوهل على هذه المعلومات نعود نذكره فقط أنه كان ثلاث منصات منصة عرضي مناصب منصة وكالتي مناجونس ومنصة المدونة الجزائية الوظائف والمهن في شناب هي تحمل بطريقة يعني إذا سمحت تحمل بطريقة سهلة بمجرد أنك تكتف في البلاي ستور اسم هذه التطبيقة ستظهر لك وتحملها وتحميل مجاني تحميل مجاني وسهل جدا نذكرهم أنه تحميل يكون بلاي ستور تحميل مجاني وسهل بمجرد كما قلت يوسف كتابة اسم المينصة ورح تقدروا تستخدمها من هاتفكم الذكي بكل سهولة وتطلعوا على كل ما هو جديد وكل شيء لهمكم منقول دائما وفي إطار الحديث عن الخدمات الرقمية للوكالة الوطنية للتشغيل فقد ذكركم أنه في العدد السابق نحكينا على ثلاث منصات منصة عرضي ومنصة وكالتي والمدونة الجزائرية للوظائف والمهن قلنا على هذه المنصات أنهم يتحملوا من بلاي ستور في الهواتف الذكية وطبعا تحميل يكون مجاني نواصل حديثنا اليوم عن المنصات لتساعد المستخدم وكذا طالب العمل مع السيد يوسف بوهلا مكلف بالاتصال بالفرع الولائي للتشغيل بالمديان رحب بك مجديد يوسف صباح الخير ومرحبا بك معنا صباح نور الأختصارة وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة العافو يوسف كما قلت في أعدادنا السابقة كنا عرفناهم بالوكالة الوطنية للتشغيل عرفنا كيفية التشجيل فيها عن بعد عرفناهم بمنحة البطالة وخدمة منحة البطالة وكيفية الاستفادة منها وفي العدد السابق كنا حكينا كما قلت ثلاث منصات تساعد كل من المستخدم وصاحب العمل حكينا على كيفية تحميلها وش رح يستفادوا منها وش رح تزهل عليهم الأمور اليوم نواصلوا في المنصات ونواصلوا في الخدمات الرقمية إذن كما سبق قلنا أن الوكالة الوطنية للتشغيل هي سباقة لاستحداث الخدمات الرقمية حيث بدأت باستحداث منصاتها منذ 2015 استحدثت الكثير من الخدمات الرقمية من بينها ما استحدثت مؤخرا من خدمات الرقمية المتمثلة في توظيف بنظام الحسابات الكبرى هي خدمة رقمية موجهة للمستخدمين من المؤسسات الاقتصادية حيث يستفيد منها المؤسسات التي توظف على مستوى عدة ولايات مئة تعامل أو أكثر يعني مؤسسات كبيرة مؤسسات كبرى يعني تكون موظفة من مئة تعامل أو أكثر تكون معنية بهذه الحسابات الكبرى حيث الوكالة الوطنية التي تشغيل تنشئ حسابات لهذه المؤسسات تعمل عن بعد هذه المؤسسات تستفيد من هذه الحسابات لتسمح لها بإيداع عرض العمل عن بعد وعلى مستوى عنام وطني بالإضافة إلى أن تسمح لها بالإطلاع على حيثيات معالجة عرض العمل الخاصة بها على مستوى الملحقات المحلية بعدما تقوم هذه الملحقات بالمقاربة بالإضافة إلى أن تستلم قوائم الطالبين العمل الموجهين إليها في هذه العروض كذلك عبر هذه المنصة وعن بعد يمكنها تحديد مواعيد المقابلات المهنية لهذه الطالبين العمل واستدعائهم كذلك عبر هذه المنصة كل هذه الأمور تحدث عن بعد لإستفيد منها المؤسسات اللي قلنا عليها توظف مئة عمل أو أكثر الحساب راح ينشأ من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل ويمنح لهذه المؤسسات يعني أنتم ما تنشأوا الحساب وتمنحوا لهذه المؤسسات يتحوص للموظفين بالإضافة إلى أن هذه الخدمة تمكن مفتش العمل من مراقبة عملية الوساطة بين الوكالة الوطنية للتشغيل وبين المؤسسات الاقتصادية تذلك عبر حساب خاص بمفتشي العمل هذه الخدمة استحدثتها الوكالة الوطنية للتشغيل من أجل تقريب الملحقات المحلية من المستخدمين قصير المسافة ببيناتهم يعني سيكون كل شيء عن بعد بالإضافة إلى أن المؤسسات تكون عندها على الطلاع بكل حيثيات العرض العامل الذي أوضعته بالوكالة الوطنية للتشغيل وبالتالي تطفي الشفافية على عمل الوساطة يعني هذا دائما في إطار تسهيلات الممنوحة سواء المختلفين طبعا سواء المستخدمين أو لطالبي العمل هذه خدمة الحسابات الكبعة عدنا كذلك خدمة أخرى هي تستعملها الوكالة الوطنية للتشغيل في استدعاء طالبي العمل التي توجههم لعرض العمل تحت مسمى المرسل يعني هي خدمة مقدمة لطالبي العمل لما يكون عندنا عرض عمل تستدعي الملحقة المحلية لتشغيل طالبي العمل المعنيين بتوجيه عبر رسائل نصية قصيرة عبر هذه الخدمة المرسل يعني المرسال هذه تكون عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة بمجرد أن المستشاري يقوم بعملية المقاربة يستدعي طالبي العمل عبر لغة زر واحد يعني ليه والاستدعاء عبر رسالة نصية راح تتوصل للطالب العمل المعني رسالة نصية للالتحاق بالوكالة من أجل توجيه في عرض العمل كذلك خدمة أخرى ثانية عبر هذه المنصة يعني تذكرهم الطالبي العمل تذكرهم الوكالة الوطنية تشغيل في تاريخ انتهاء صلاحية التسجيل عبر رسائل نصية تبعث بعشر أيام قبل انتهاء صلاحية الوكالة الوطنية تشغيل ترسل رسالة نصية للطالب العمل بس تذكروا بتاريخ الانتهاء للطالب العمل تاو من أجل تجديد قبل انتهاء الصلاحية وهي خدمة يعني كنا قلنا يوسف أنه تجديد يقدر يكون أكيد يقدر يكون يعني بلا ما يجي للملحق يكون عن بعد عبر رابط الواسطة أونلاين ولما تذكروا الوكالة الوطنية تشغيل قبل عشر أيام من انتهاء عملية طالع بالعمل تاو يعني هي خدمة تقدمها الوكالة الوطنية تشغيل لطالب العمل لأنه نشوفوا كثير من طالب العمل ينسوا ينسوا التواريخ على الطالب الانتهاء الصلاحية وذلك يوسف ترتيب تحمر ربما رح يتراجع لما طالب العمل ما يتذكرش تاريخ انتهاء صلاحية لطالب العمل تاو ويفوت للتاريخ يلغى الطالب العمل تاو يبقى كطالب عمل ولكن طالب العمل تاو يعني الفرصة في الحصول وبما لعمل تكون أقل أقل درجة من إنسان يكون مجدد طالب العمل تاو بصفة مستمرة بالإضافة إلى أنه الوكالة الوطنية تشغيل تنظم مجموعة من الوارشات تقنية البحث عن العمل سواء للمستفيدين من محة البطلة أو الناس اللي نوجههم في عوض العمل في تقنيات البحث عن العمل كيفية تحرير سيارة ذاتية أو مقابلة المهنية كيفية إجراء مقابلة المهنية ناجحة نستدعيوا الناس اللي يكون عندهم رغبة في الاستفادة من هذه الخدمة عبرها كذلك كأرسائل نصية قاسرة هذه بالنسبة للخدمة الثانية خدمة أخرى تقدمها الوكالة الوطنية اللي يتشغيل للمستخدمين ولطالبي العمل وهي خدمة فرصتي هذه الخدمة الرقمية تسمح لطالبي العمل من الترشح في عرض عمل بصفة مستقلة عبر منصة كذلك تسمح للمستخدمين باختيار المترشيحين بعد ما يوضع العرض العمل كذلك عن بعد وهو ما يسمح ويعزز الشفافية في الوساطة وكذلك يضمن عودة المعلومات والتنصيبات للوكالة الوطنية لتشغيل بالنسبة للمنصات اللي كنا حكينا عليهم في العدد السابق وإن تحميل التحهم يكون من بلاي ستور في الهواتف الذكية وتحميل المجاني بالنسبة لخدمات عنها اليوم يوسف خدمات عنها اليوم يقدر طالب العمل أو المستخدم يوليجي لها عبر منصة واسيط أونلاين العملية اللي أنا نحكي عليها عبر منصة فرصتي طالب العمل يكون عنده حساب عبر منصة الواسيط أونلاين أولا يفتح حساب كل طالب عمل يسجل نفسه عبر منصة الواسيط أونلاين إلا ويكون عنده حساب بالمنصة كذلك المستخدم لازم يكون عنده حساب بمنصة الواسيط أونلاين المستخدم لما يودع عرض العمل يعني عنده الحق باش يكون عرض العمل مفتوح للترشح عبر منصة الوسيط اونلاين اذا كان اعطاه هذا الفرصة للطالب العمل يكون منصة الوسيط لما يدخل طالب العمل للحساب بتاعه رح يوجد عروض العمل المفتوحة للترشح لجميع الناس اللي عندهم حسابات يترشح في عرض العمل وبالمقابل المستخدم رح يوجد الناس اللي هو الطالب العمل مترشحين في الحساب بتاعه في العرض العمل اللي يدعو وبالتالي تكون عملية تبادلية طالب عملية ترشح على المنصب والمستخدم يوجد المترشحين في الحساب بتاعه ويتابع عرض العمل يختر الطالب العمل بالمقابلات المهنية ويعلم الملحقات المحلية بنتائج عرض العمل كل هذا يكون عن بعد في هذه الخدمة الرقمية لفرصتي شكرا لك يوسف على هذه المعلومات التي قدمتها بداية بكيفية التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل عن بعد كيفية الحصول على خدمة منحة البطلة والاستفادة منها أيضا المنصات التي تسهل على مستخدم وطالب العمل العديد من الأمور ومن بينها الحصول على فرص عمل أو الحصول على عمال إلى هنا مستمعين ونوصلنا لنهاية هذا العدد من روكنكم قانون وخدمت سنونا الأسبوع المقبل عدد جديد وموضوع جديد قبل تحياتي سارة ميكروفونيا سلام